انتهاء الحرب اللبنانية شكل موضوع حماية الشخصيات أولوية للشخصيات نفسها لذا حصرت الدولة، الأمر بيد جهاز أمن الدولة عبر مرسوم حدد عدد المرافقين لكل شخصية لكن القيادات نفسها التفت على القانون عبر تجنيد عناصر قوى الأمن الداخلي لخدمتها الملف عاد اليوم إلى الواجهة من باب اللواء المتقاعد أشرف ريفي الذي زين موكبة بـ 68 عنصر أمن عدد قد يراه البعض كبيرا، لكنه لا يضعه إلا في منزلة رؤساء الحكومة من السنيور إلى ميقاتي يحق لرؤساء الحكومة السابقين بأربعة عناصر من أمن الدولة الأمر نفسه ينطبق على الحريري، الذي تفوق على غريمه الترابلسي بنحو أربعين عنصرا لكن الحريري ليس وحيدا هنا، إذ أن حليفه الدكتور سمير جعجع يتأخر عنه ببضعة عناصر لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وحجة الجميع الأمن الشخصي العنصر الأمني هو حماية قريبة، بس ما بيمنع الخطر الخطر يأتي من بعيد، والعنصر الأمني ما بيمنع إلا شخص تاني قدر لاحظه بآخر لحظة وطبع له هذا ضروري من ضمن الحلقة الأمنية اللي بيعملها الجهاز ما بتكون شخص قاعد هيك، ما بحياته شاغل تدريب حماية متقارب، هذا علم إذا شخص مستهدف بشكل استثنائي من قبل جهة ما، صعب جدا أن نقول دركة أو اثنين أو خمسة أو عشرة يقدر يحموه حتى رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء الحاليون والسابقون لهم حصة من كعكة قوى الأمن الأمر نفسه ينطبق على القضاة، ولعل تجربة الرئيس الشهيد رفيق الحريري أصدقوا مثالا على عدم فعالية هذه العناصر اليوم اللي كانوا مع الله يرحموا الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كانوا عبارة عن مواكبة بمعنى فتح طريق واللي حواليه بالأسر الحكومي أو بمكان إقامته هن حراسات، الحراسات غير الأمن توزع العناصر على صحفيين ومقار اجتماعات أيضا، فيما المخافر تشكو نقص العديد هكذا يكون نحو ألف عنصر من قوى الأمن أضيفت إلى ألف عنصر سابق فرزوا من المديرية لجهاز أمن الدولة، الذي يخصص بدوره حوالي ألف وثلاثمائة أساسا لحماية الشخصيات فيرتفع العدد إلى حوالي ثلاثة ألاف وثلاثمائة عنصر حماية في لبنان بمتوسط رواتب ألف دولار تكلف خزينة الدولة نحو ستين مليار ليرة سنويا عشر تلاف مكبوبين سودا بيتجمعوا كلهم، ما حدا بيموت وبينعمل تقييم أمن للشخصيات، تقييم أمن من الأجهزة للشخصيات الفعلة المعرضة ويتأمن لها حراسة في كنف حماية أمنية بكنف الجهاز وليس بعنصر ساعة بيسوق فيه، ساعة بيغير له دوليب، ساعة بيروح مع الست، ساعة بيطلع على السطح، ساعة بيدير الماء هكذا تستأثر مائة وأربعة عشر شخصية بعديد عناصر تكفي لتشغيل مائة مخفر على الأقل وتكبد خزينة الدولة وجيوب المواطنين ملايين الدولارات من باب الفخفخة، فقط لا غير حسان الرفاعي قناة الجديد